التحوير أو في لزوم ما لا يلزم كنا قد تساءلنا في المدة الفارطة عن أسباب هذه الحملة السياسية الإعلامية المسوغة لتحوير وزاري وشيك فاتحدثنا عن أسبابها وإليتها وتساءلنا على أسباب الكامنة وراء عبارات المصلحة الوطنية والإرادة الشعبية التي تستعمل لتبرير هذا التحوير التحوير في العمق بش نستعملوا عبارة نيدي تونس والحال اللي منطقيا فالتحوير هذية ما يستقيمش بأي وجه من وجوه فباستثناء وزارات المالية والتربية التي قد يكون من المعقول سد الفراغات على رأسها بعد يقال جلو الوزربي ولو أنه سير الأحداث والوزارات التي ظلت تعمل لأشهر دون وزارة بين كذلك عدم تأكد تعيين وزارة وأيضا باستثناء من غربية والمؤخر اللذان تفرض ألا باقة أن ينصرفها حتى لا يثقل كه الحكومة مثقلة ومنعدمة أسند السياسي حتى وإن كان أبرياء ومتأكدان من براءتهما بل وخاصة إن كان متأكدان من براءتهما إذن بخلفها الاستثناءات التي هي متعة تروشيكا مبعدها على التحوير في العمق متعة جماعة نيدي تونس فإن هذه الحكومة هي الأوفر شعبية وتشجيعا من قبل تونيزيا مويان منذ تاريخ 23 ماي اللي بدأت فيه الحملة على الفساد بيقاف جرية مما شكل رجلة إيجابية للرأي العام في اتجاه صدقية هذه الحكومة في الحرب على الفساد المعلنة منذ مدة وفي اتجاه شجاعتها فلما المطالبة بالتحوير إذن؟ إذا تأملنا في الأسباب المعلنة التي يقدمها كل طرف شريك في الحكم لتبرير أجوب التحوير علنا نسبر أغوار غموض أسباب المطلب فالنيداء اللي طالب تحوير عميق يريد صراحة إعادة هيكلة الحكومة والالتزام بخيارات الشعب التونسي اللي في انتخابي 2014 اختار النداء في الحكم النهضة قال لك تريد تحوير من أجل مصلحة تونس وما يكونش تحوير متع محاصة وفي الأخر النهضة عمرها ما تنسى بش تقول اللي هذا الكل لازم يتم في إطار احترام إرادة يوسف الشيط لوجي تتي حديث متع عموميات من نوع القطع مع المحاصصة واتباع نهج نظافة اليد والكفاء الشي فرامت على كلم هذية الكل اللي كيما شفتوا تلقاوها الكل هولانيات كما تنجم تلقاوها في تصريحات صديق أبو عياد خالد شوكيت القيادة في نيدي تونس فتنجم تلقاوها زيدة في تصريح عسام الشابي عن الحزب الجمهوري الشريك في الحكم للتاب نهر لحد اثنين جويلة فإن وافق عسام الشابي على أجوب إجراء التحوير الوزاري لتحسين مردود الفريق الحكومي فأنه يستدرك ليقول ولهنا بضبط مربط فرس أن التحوير لا يجب أن يكون مدخلا لإرباك حملة الحكومة ضد الفساد أو لضرب حكومة الوحدة الوطنية وشدد على أنه لا يجب أن تكون الدعوات لإجراء التحوير مدخلا لممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة ومحاول ضرب حكومة الوحدة الوطنية وأضاف عسام الشابي اللي فم أطراف تساند في الظاهر سياسة الحكومة خاصة في مكافحة فساد لكنها في الواقع تريد التوقي منها خشية أن تطال الإيقافات مقربين منها نحكي كلها لهنا لحزاب كما النهضة والنيداء اللي نوابهم مستدعين لدى القضاء العسكري على خلفية علاقاتهم الجلية والخفية بشفيق جرية وضح يسر أنهم غير راضون عن سير الأشياء فمن الطبيعي إذن اللي هم يكم بنصبحه ديل بحثا عن طريقة لوقف النزيف تلغين الحكومة بعيون لهم تحت يافتة الاستقلال والكفاءة بالنسبة للنهضة وتحت يافتة الإرادة الشعبية بالنسبة للنيداء عيون هي صنائع لهم تفرخ سلطة يوسف الشاهد من كل معنى حل بالنسبة لهؤلاء فالتحوير هو الحل وكذلك فأن الحزبان يضربان بعصفورين بحجر واحد هكذا التحوير يبث عيونهم ويخلصهم أيضا من كل عزول رقيب على شكيلة الجمهوري والمسار الذي لم يتمالك قياديوه أنفسهم للحديث عن فساد طال النهضة والنداء هذا التحوير لا يبحث في الواقع إلا عن عزل الشاهد نظرا لعدم إمكانية إبعاده في الوقت الحالي وحسب ما نرى فأن هذا العزل is loading كما يقال فبخلاف معلومات التي تقول لرئيس الحكومة هربت عليه في رأس الحملة متاع مقامة فساد واستمسكت بها ناس لا تريدوا إلا إفشال حملة قد تطالها ومقرب بها بصفة جعلت نزر عياد القيادة الندائي الانسلخ أخيرا يتسائل دون أي براءة اليوم على أعمدة الصباح النيوز عما يحدد قائمة المتهمين بالتورط في ملفات الفساد بخلاف هذه المعلومات فأن هذا التحوير هو من أخطر ما تجابهه هذه الحكومة في حربها على الفساد في فترة تأتي فيها الضغوطات من كل جهة وليست ضغوطات تحركة الجهات هذه الأيام أقلها